بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اي سي تي جريد سيكس. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض لسم تو من سيم تو بعنوان هاو تو ديل وز الكترونيك جيمز. قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوفه القناة يارب تعمله سوبسكرايب في القناة وتفعاله الجرس عشان يجي لكم كل الفيديوهات الجديدة. ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف. واعملوا شير لكل صحابكم. محتاج دعمكم ان احنا ننشر القناة لكل الناس. عرفوا صحابكم ودميلكم بقناة مصر اسامة يوسف على اليوتيوب. يلا بينا نبدأ درسنا. يلا بينا. بليسنتو هنتكلم عن الالكترونيك جيمز او الالعاب الالكترونية وايه هي المزايا وايه هي المخاطر اللي ممكن تقابلنا وازاي نتعامل معاها. تأول حاجة في الدرس بيقول لي مزايا الالعاب الالكترونية. نمبر وان. الالكترونيك جيمز بليد اوبر زا انترنت وز فرينز كان بي الوت فان. يعني الالعاب الالكترونية اللي احنا بنلعبها على الانترنت مع صحابنا ديت بالتأكيد بتكون ممتعة للغاية. مين فينا ما بيستمتعش بالجيمز على الانترنت. نمبر تو. يعني الالكترونيك جيمز بتعزز التفكير النقدي والتفكير الابداعي. وكمان نمبر سري. هي بتشجع على على العمل الجماعي. ان احنا غالبا بنلعب فريق مع بعض او كده. فبتشجعنا على. طيب دي المزايا. تعالوا بقى نشوف العيوب. او عيوب الالعاب الالكترونية. عندنا في الدرس هناخد تلات حاجات. اول حاجة او المخاطر الجسدية. المخاطر اللي ممكن تأثر على صحتنا. كمان هناخد السايكولوجيكال دانجرز او المخاطر النفسية. وهنا البي مش بتتنتق. وكمان هناخد السيكيوريتي دانجرز او المخاطر الامنية. تعالوا ناخد اول نوع عندنا اللي هو الفيزيكال دانجرز. ايه هي بقى مخاطر الالعاب الالكترونية على صحتنا. اول حاجة او دورة النوم. بيقول لي ان يعني لعب الالعاب الالكترونية كتير جدا. ممكن يؤثر على دورة النوم بتاعتنا. بمعنى ان انت تفضل كده يعني متحفز. وما تقدرش ان انت يعني تنام بسرعة. تاخد وقت كده على ما تنام لان عصابك بتبقى مجدودة. فهنا الالعاب بتأثر على او على دورة النوم. كمان ممكن تأثر او تسبب لي يعني ارهاق للعين. كمان اسمها اي فاتيك. دي جات في امتحان قبل كده. ومن ضمن المخاطر ان هي ممكن تسبب لي او صداع. برضو ممكن تسبب لي او مشاكل في الظهر. ممكن نلاقي الام في ظهرنا كده. وده يعني انت دايما وانت بتلعب او ماسك الموبايل بتلاقي جسمك دايما محنة لقدام. شوفوا الولد في الصورة شايفين جسمه محنة ازاي لقدام. هو الطبيعي انه يكون جسمه مستقيم بالشكل ده. فمع الوقت بقى الانحناء ده ممكن يسبب لي او مشاكل في الظهر. كمان ممكن يسبب لي ويت جين او زيادة في الوزن. عشان انت غالبا مش بتمارس الرياضة مش بتلعب مش بتروح الجيم قاعد على طول فترات طويلة وبرضو مش بتتبع بقى عادات الاكل السليمة. يعني غالبا بقى وانت بتلعب بتاكل اي حاجة كده بيبقى فيه مثلا حاجة زي البيبسي او الشيبسي. ودي من الحاجات المضرة جدا لصحتنا. واللي بتسبب زيادة في الوزن. بعد كده عندي او المخاطر النفسية. ايه هي بقى المخاطر النفسية? number one. you may become anxious and depressed because you feel lonely in the real world. وكمان you are being bullied online. يعني ايه الكلام ده? من المخاطر النفسية ان احنا ممكن نصاب بالقلق او الاكتئاب تبقى عشان دايما بتبقى انت قاعد لوحدك انت قاعد على الموبايل بتلعب. فانت هنا يوفيح حاسس بالوحدة مش بتكلم حد مش بتلعب مع حد انت على طول انت والموبايل او انت والكمبيوتر. فدي من الحاجات اللي ممكن تسبب قلق وتسبب اكتئاب. كمان you are being bullied online. ممكن انت بتلعب online games. حد بقى من مش كويس يعمل لك او تنمر. فبالتأكيد هتزعل وتبداي وممكن كمان تكتاب. number two. it can make some people aggressive because some games prompt violence. يعني ممكن الالعاب برضو تخليك aggressive يعني تخليك عنيف كده في التعامل مع الاخرين. عشان في بعض الجيمز بتشجع على العنف. فيه العاب كتيرة بتلاقي فيها مسدسات وقتل وحاجات زي كده. فده بيشجع على العنف. فبعض الناس ممكن يكتسب السلوك ده من الالعاب ويخليهم في تعاملهم مع الاخرين يكونوا اجريسيف او يكونوا عدوانيين. number three. it can prevent some players from thinking rationally when facing situation. يعني برضو الالعاب ممكن تمنع بعض الناس اني اتفكر بعقل نية في المواقف المختلفة. لان الجيمز والالعاب وتفكير الالعاب هو اللي بيبقى مسيطر عليك. فده طبعا ممكن يكون بعيد عن الواقع شوية. قبلتك مشكلة مثلا في حياتك. فانت تفكيرك كله مليان بالالعاب. هتيجي تفكر في المشكلة دي تفكير مش منطقي. بيقول كل العوامل وكل الحاجات اللي قلناها ديت ممكن تؤثر بصورة سلبية على الريليشنشيب او على علاقتك بأسرتك وبأصدقاء. ممكن تبقى عدواني معاهم. ممكن تبقى انت كده دايما وحيد مش بتكلم حد مش بتتعامل مع حد. فده بالتأكيد بيكون له تأثير سلبي على علاقاتك بالاخرين. بعد كده بقى او المخاطر الامنية بيقول لي ان يعني الالعاب المالتي اللي بيكون فيها لعبين كتير ديت ممكن تعرض الامان بتاعك للخطر. بيقول لي بالنسبة للبرسونال انفورميشن. if you share too much personal information may access your name email for number and address. لو انت عملت شير بقى للبرسونال انفورميشن كتير فممكن كده تعرض امانك للخطر. بعض الناس الغريبة اللي انت ما تعرفهمش وغالبا دولة ممكن يكونوا ممكن يدخلوا او يعرفوا اسمك والايميل بتاعك رقم التليفون وعنوانك وده طبعا بيكون آآ في خطر عليك. انتفقنا ان البرسونال انفورميشن دي حاجة شخصية المفروض ان احنا ما ننشرهاش لكل الناس. كمان بيقول لي يعني مجتمعات الالعاب الالكترونية الكبيرة ديت بتكون موجود فيها ممكن حد يقول لك كلمة دايقك او يبعث لك رسالة تخلي مودك يتغير وهكذا. كمان بيقول لي الهاكرز والفايروسز بيقول لي الهاكرز كان ليك يور انفورميشن ان فيروسز ار ازلي سبريد. الهاكرز ممكن يسربوا المعلومات بتاعتك يعني يدخلوا ويعرفوا المعلومات بتاعتك ويسربوها ينشروها. وكمان الفايروسز ار ازلي سبريد. ممكن بقى الفايروسات تنتشر عندك في جهازك بسهول. طيب شفنا المخاطر الالعاب الالكترونية تعالوا نشوف بقى ازاي نتعامل معها. او ازاي ان احنا نمارس الالعاب الالكترونية دي بمسؤولية. ازاي نقلل من مقاطر الالعاب الالكترونية. نمبر وان. مهم ان احنا نلعب ونعمل تشات بس مع الناس اللي احنا نعرفهم واللي احنا بنسق فيه. نمبر دو. دونت يوز بيرسونال انفورميشن ان يور يوزر نيمز اند باسورد. اوعى تكتب اي معلومات خاصة بيرسونال انفورميشن اوعى تكتبها في اليوزر نيم بتاعك او الباسورد. لان سهل طبعا اكتشافها. وسهل ان الهاكرز يدخلوا على الاكاونتز بتاعك. نمبر سري. دونت يوز اويب كام. ما تستخدمش كاميرا وانت بتلعب الالكترونيك جيمز مع الاخرين. لان الكاميرا ديت ممكن تزهر شكلك. ممكن تزهر تفاصيل عندك كمان في المكان اللي انت موجود فيه. ده ممكن يعرضك للتنمر. وممكن كمان الهاكرز يعرفوا عنك معلومات انت ما تقصدش ان انت تزهرها. نمبر يعني المفروض ان احنا نحترم الحدود او القواعد اللي بيحطها والديك عشان تحميك من او العادات الغير صحية. زي ان احنا نقعد لفترات طويلة مثلا على الانترنت. عارفنا طبعا المخاطر بدعا. فلما بابا يقول لا احنا نقعد بس ساعة واحدة على الموبايل فلازم ان احنا نحترم ونتقبل حاجة زي كده. نمبر فايف. لما تقابل خطر على الانترنت المفروض ان انت تبلغ والديك فهم هيقدروا يساعدوك بسرعة. نمبر سيكس. لازم نتاكد ان الالعاب دي مش هتحل محلة عنشطة الحياة اليومية. الريل لايف اكتيفتز. طيب الريل لايف اكتيفتز دي زي ايه بقى? خلي بالكو ده سؤال مهم. زي ان احنا نقضي وقت مع اسرتنا. ان احنا نقابل اصحابنا. ان احنا نعمل الهوم وورك اللي مطلوب مننا. اوعى الالعاب تأثر على الحاجات دي كلها. او كمان نحن نحافظ على ضايت او نظام صح سليم. وكمان ان احنا نمارس الرياضة بصورة كافية وكمان ان احنا ناخد حقنا من النوم بشكل كافي. كده خلصنا الدرس بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اعملوا سبسكرايب. محتاج دعمكم ان احنا ننشر القناة لكل الناس. عرفوا صحابكم وزميلكم بقناة مستر اسامة يوسف على اليوتيوب. بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.